الحقيقة فيه كم من الرسائل مهول جالنا كفريق عمل للبرنامج على مدار اليومين ثلاثة اللي فاته وهو بخصوص ان فيه احد البرامج اتكلمت على محمد عبدالوهاب والله يرحمه نيج من نادي الاهلي ومنتخب مصر السابق ربنا رب يرحمه ويخفر له ويسكنه فسيح جناته والناس كانت بتقول يعني ايه اسباب اللي قدت ليه وفاة محمد عبدالوهاب هو واحد كده يعني مستضيف ضيف معه مش عايف هو دكتور ولا ايه تخصصه بالضبط يعني في الحقيقة وفتح الملف وبتكلم فيه بعد عدد كبير جدا من السنوات وانا بصراحة ومش عايف بعمل كده يعني يعني ايه هدف هو عايز ايه يا راجل ده واحد في دار الحق دلوقتي ان انت تتكلم عن اسباب وفاة او ازاي ما تمش تشخيص الحالة في مرات سابقة قبل كده وازاي 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 انت مالك اصلا انت مالك انت جاي تتكلم في حاجة بعد عليها سنين كتير جدا انت متبني للتعصب ليه احنا في الحقيقة عايزين نهدي دايما عايزين نهدي وعايزين ان امور تبقى كويسة وما يبقاش فيه تعصب وعايزين نخلص بقى من الزمن ده الخمس ست سنين اللي فاتوا دول عايزين نخلص منهم اللي كان فيه مشد وجذب ما بين جمهورين من اكبر الجماهير في كرة افريقيا وبمناسبة كل الاحترام والتقدير ليه اي نادي كبير في مصر بجماهير وكلهم على راسنا من فوق لكن الاشخاص اللي زاي دي بقى عايزين نخلص منها مش معقول يعني عايز يفضل فيه شحن عايز يفضل ده بيتكلم على الاهلي اكتر ما بيتكلم على فريقه يعني انت لو اهتمت بفريقك زي ما انت مهتم بالاهلي في كل حلقة وحياط ربنا الحال حينصلح ممكن الحال ينصلح لكن انت بتخصص للاهلي تلت تربع الحلقة يعني مثلا حلقة ساعة مثلا يعني هو بيتكلم ساعة لربع الاهلي بيفضل الاهلي 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 عمل لك ايه عارف ان الاهلي ضغط عليك بانجازاته بمبادئه وبقيمه وبهدافه بكل حاجة لكن انت زدت فيها قوي انا مش عايز انا لغاية الوقت مش عايز اجي باسمك بصراحة يعني ده اذا بليتهم فستطروا يعني فحييجي وقت خلاص الصبر بتاعنا هيخفص وهنتر بقى نتكلم كتير يعني واحنا مش عايزين نروح للسكة دي وفي الحقيقة دايما في اجتماعاتنا هنا في القناة مع مسؤولي قناة النادي الاهلي بداية طبعا بالكابت المحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والاستاذ محمد كامل والاستاذ محمود عدلي الاستاذ اهاب الخطيب دايما بنتكلم مع بعض ان احنا مش عايزين نجرح في حد ومش عايزين ان احنا نتجاوز في حد لان دي سمة الاهلي ودي تربيتنا اللي احنا متعودين عليها كده كده تمام لكن الموضوع بقى اوفر قوي بصراحة بقى كتير جد دائم الحديث عن نادي الاهلي دائم الحديث والتطرق وخلق بعض الازمات للنادي ليه عايز تشوه صورة حلوة قام بها مثلا كابتن سيد عبدالحافيز وكباتن الفرقة سباق الشناوي ايمن اشرف ساعة سمير راحوا ظهروا والدة محمد عبدالوهاي والله رحمه لفتة جميلة حلوة لفتة انسانية انسانية ممتازة بدل ما تشيط باللفتة دي انت عمال بقى تدور طيب هو ايه اللي حصل هو ايه اللي كان حصل انت ايه اللي فكرك دلوقتي انت مالك انت اصلا بتحشر نفسك ليه حاجة بقت غريبة جدا بصراحة انا مش هديله وقت اكتر من كده هو ما يستهلش ان احنا نتكلم عنه وقت اكتر من كده انا بس الرسائل الكتير وملاحظت ان احنا نفسنا على الفيديو وجمهور النادي الاهلي واللي دايما احنا بيبقى حرسين جدا على التفاعل والتواصل معه دي طبيعة البرنامج علشان كده كان لازم ناقش الجزئية دي انا كده اعتبر ما نقشتش حاجة انا كده اعتبر ما نكلمتش في حاجة بس بعد كده مش هنسكت فده بخصوص الفيديو هو اللي شغل جماهير النادي الاهلي خلال الفترة اللي فات